في إطار إيجاد مشاريع نوعية وبطرق علمية حديثة ومبتكرة وبما يتوافق مع سياسات الأمن الغذائي وقعت كل من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني على 28 عقد حق انتفاع بأراضي لإنشاء مشاريع زراعية وسمكية في سبع من محافظات سلطنة عمان تجوزت قيمتها 33 مليون ريال عماني وعلى مساحة إجمالية بلغت أكثر من ثمانية ملايين متر مربع هذه المشاريع تشكل أهمية بالنسبة لنا في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي ويضاً أسبوع الماضي كان مجموعة تم توقيعها من قبل الأخوة في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني فإن شاء الله ماضين في توفير البيئة المناسبة للمستثمرين سواء كان من داخل وخارج السلطنة للتوسع في مشاريع الأمن الغذائي هذه المشاريع طبعاً مثل ما ذكرت يعني رح تساهم بشكل كبير في إجار فرص عمل رح تساهم بشكل كبير في رفع منسوب الاكتفاء الذاتي لبعض المحاصيل وبعض المحاصيل طبعاً مثل الثروة السمكية رح تساعد في عملية التصدير سواء كان في الصيد أو في الاستزراع السمكي ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الجمالي سبعة وعشرون عقد انتفاع شملت مجالات زراعة الخضروات والفواكه وإنتاج المانغو والليمون والقمح وزراعة الأعلاف الموسمية وتربية المواشي والدواج والأرانب وذلك في محافظات مسقط وشمال وجنوب الباطنة والداخلية والبريمي والظاهرة وجنوب الشرقية فيما شملت الاتفاقية الأخيرة استزراع الأسماك الزعنفية بالأقفاص العائمة بولاية السيب على مساحة مليون وخمسمائة ألف متر مربع بحري بالإضافة إلى أكثر من سبعة آلاف وخمسمائة متر مربع بري للخدمات التموينية بالنسبة للقمح نحن مستهدفين استهلاكنا في 320 إلى 350 ألف طن سنويا مستهدفين 10% خلال المرحلة القادمة سواء كان في محافظة الظاهرة أو محافظة الظفار في منطقة نجد بحيث يكون هناك مزارع متخصصة في مجال إنتاج القمح يمكن أن هي فرصة يعني رسالة تطمين بالنسبة للقمح يمكن هذا هو الموضوع شاغل كثير من الرأي العام والناس المتابعين لأزمة القمح اللي صغيرة فهو أزمة الحبوب بشكل عام بحيث أن الكميات المتوفرة في الشركات في السلطنة كميات كافية وتفي للمرحلة القادمة حرصنا بحيث يكون على الأقل عندنا لمدة 6 أشهر في الصواة الموجودة في الأراضي العمانية الجدير بالذكر أنه مع هذه العقود الجديدة سيصبح عدد الاتفاقيات التي وقعتها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني هذا العام 113 اتفاقية ضمن نظام حق الانتفاع بالأراضي بمختلف الاستخدامات وبما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي المحلي ودعم الاقتصاد الوطني ترجمة نانسي قنقر